وصعود البيرامد لدور الستاشر المكرر لانه كل الفرق الستاشر اللي خرجت من دور الابطال امتقلت الى الكونفدرالية عشان تكرر الدور الجاي الحياة مباراة الحرس الوطني البطل النيجر اللي كان في ضيافة الاهل هنا شهدت وقع هي الاولى يمكن في تاريخ مشاركات الاهل الافريقية الحياة محدش اعتاد ابدا انه في فريق ضيف بيجي القاهرة للنادي الاهلي وبيشتكي من سوق المعاملة لاول مرة ده يحصل وفي شكوى رسمية يعني الحرس الوطني بطل النيجر قدم شكوى للكاف ضد الاهلي وما وصفه بالاهمال في الاستقبال ومشاكل في الاستقبال الكاف بعت للنادي الاهلي ايه اللي حصل في النادي الاهلي رد عليه بالاجراءات ايه اللي الجانب الضيف مرعهاش قالوا انا منيش مسؤول في اجراءات للحجر الصحي في مطار القاهرة في ضوابط احترازية علشان فيروس كورونا في اشتراطات لدخول البلاد هم مش مستوفينها يعني كل واحد يا اما واخد معا شهادة التطعيم يا اما معا نتائج البي سي ار اللي هو اخر مسحة عملها الناس الشهادة الصفرة مش معاهم اربع لعيبة بس معاهم الشهادة الصفرة والتانيين هيخشوا مع اصحابهم طبعا دي اجراءات ما ينفعش تحصل في ضوابط الحجر الصحي في مطار القاهرة مش مسؤول عنها والاهل مش مسؤول يقول لك ازاي قعدنا في المطار تسع ساعات ممكن تقعد تسعة ايام مدام اجراءات تستوصف او تراعي اشتراطات صحية واي مطار في العالم في هذه الجائحة دي ضوابط ودي ظروفه انت ما جبتش البطاقة الصفرة معاك ليه انت ما جبتش شهادة التطعيم انت ما جبتش كشف البي سي ار لما قعدوا في المطار بشماندس يقول لك ازاي ده جم خدونا في عربية الاسعاف ايوة علشان دي اجراءات صحية علشان ده حاجة صحية هو عارف ان الاهل لا نقى تلاه ولا جمل فيما حدث له وعارف انه هو المقصر وعارف ان دي اشتغالة فاهم ان دي بيصدر مشكلة النادي الاهل يربكوا ويشتتوا ويعملوا شغل يعني شقاوة لكن هو عارف كواس قوي لا الاهل له علاقة بالموضوع ده ولو الاهل كان رحمك بنفس الاجراءات اللي انت جاي بيها كان حيحصل نفس الشيء وما كانش حد علومك ايش تراطات دولية لكن ايه بقى شقاوة هو الاهل تدخلوهم بحيث انه يحللهم المشكلة انه يبعثوا نتائج الفحص الطب بتاعهم والشهادات الصفرة بالايميل وقدروا يقنعوا السلطات الصحية انه يتم استقبال البطاقات الصفرة بالايميل عشان يعتمدوا لهم النتيجة افرد انه ما ببعثوش الشهادات ولم تسمح لهم السلطات بدخول مصر هيبقى الاهلي لا طيب وعلى فكرة كان اي حد في الدنيا مسؤول في الافريقي في الدولي عارف ان هي دي مسؤوليتك وتبجيت ما عملتش اجراءاتك فهي كانت فكرة اشتغالة بس ولقى الكتير لما كان بيزور دولة افريقية ويحصل انقلاب سياسة في دولة زي مالي ولا غيره يفضل في المطار يوم واثنين هتحامل النادي فيه ظروف حصلة خارجة عن الارادة فيه اشتراطات صحية دولية في الحجر الصحي في المطارات انت مرعيتهاش فانت من النيجر انت من اي دولة انت ضيف في النهاية ده اجراء صحي حتى لعبت النادي الاهلي او اي فريق مصري ما بيخرجش من المطار الخاهرة الا ومعاه نتيجة التطعيم بتاعتك ولذالت انا كنت مهموم ان النتيجة لازم تبقى كبيرة تعرف لفرق جن يوه كنت احتسمع رغي كتير ده ممكن كان مسألة مهمة جدا لكن هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف شهادات ما بعد الست